اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اغنية عندهم اولاد وعندهم عزوة وناس بتسمع لهم يعني كل الحاجات اللي ما عندوش كل هو محروم منه فهو كان بيستردهم واحد ورا واحد ويجي يديهم بقى كده يا رب وري له رب الودة الودة شتمني الودة بيش عارف بأكل سندة وتشاتي هو يروح جاي ربنا قاعد ما هو مش فاضل ما هو فاضل يعني ايه ساب الدنيا كله اهمل البشرية كلها ومركز في مكة بس اه الاردين وحارس دول عمال يشوف من اللي عمل مين ومرات مين باقت مين ومش عارف ايه وينزل رقية دحله فالوليد ابن المغيرة من الناس اللي هو يعني شتم وجامد يعني شتم وجع انا عايز ارجع للآية اللي خسبناها عشان نعلق عليها ما هي قصتها الآية دي ايه بقى كل عمله الوليد ابن المغيرة هو اللي قال عن الكلمتين اللي نزلوا من القرآن لحد الوقت قال عليهم أساطير الأولي هو دي حاجة من الحقيقة اللي محمد مكانش يطيقها خالص اي حد يشكك في القرآن او يقول انه أساطير الأولين كان لازم يسلخه وده مذكور لو رجعنا للآية اللي ذكرناها مرة اللي فادة سورة القلم بيقوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم اه ونزل فيه مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم اه دي اخدها واحدة واحدة كده اول حاجة فيها انه ايه حلاف اه مهين اه حلاف بيحلف اه طيب ما ربنا بيحلف اه ربنا طول الوقت عمل هو مش لازم يحلف ربنا عمل طول الليلي بالليل والقمر والنجوم ومش عارف ايه والتين والزيتون وسوق الخضر كل ما حدش بيقوله حاجة بتحلف لي مهين يعني محتقر محتقر وهماز هماز اللي خباص اللي هي بالغيبة يعني ويغتاب ويغتاب ويخبص مهو الخباص باللغة العربية المصدر ومشاء بنميم اللي هو بيمشي بعض دوله الخباص اللي بيشتم يقولك الودة بيضرب اسفين في ده ويضرب اسفين في ده مناع للخير معتدن أثيم ما بيديش هو دايما بقولك دايما يقولك البخيل اللي ما بيديش اللي ما بيدفعش ويقولك الحقير طب هو لم أغزى يعني الوليد من غير ما هو معروف في قومه يعني له عزبته له سلطته وهو ده سبب المشكلة مع محمد يعني عطل بيقوله عليها المفسرين غليد جاف يعني يعني ممكن تقول عليها ااروجانت يعني ان هو يعني متكبر متكبر بعد ذلك زنيم زنيم ابن زنة كده على البله آه ربنا بينزل بيردح بمصطلحات الشوارع انت مش عارف ايه ده انت ابن كذا وكذا وكذا ويشتم بالأم حاجة يعني ايه مع عبد من عباده المفروض المفروض ان دي مش خطيئة يعني ممكن نقول ان همز ولا شتام ان دي خطايا وبيعقبوا عليها لكن كونه ابن زنة مثلا ده لو صح الموضوع يبقى ايه اذا بالرأي اذا بالرأي الطفل اللي توالد نتيجة علاقة غير شرعية يشتموا بس سواء المعايرة شوف انا حولك الحاجة القرآن عامل في اجزاء كبيرة جدا منه زي قصيدة الجاهلية اللي هي دايما تبدأ بمتح قبيلة الشهر وبعدين تخش تاني خطوة على طول في ذم القبيلة المعادية هو كده يعني نحن بنوا عبس نحن اللي طلعنا الحجرة للهرب نحن اللي طلعنا الحجرة للأمر يجي في بتاعبتعي ويقول لك اخسأ اليك كليبا إن مجاشعا وأبو الفوارس نهشلون أخوا يمدح قبيلته ويشتم التن القرآن المدح والهجاء المدح والهجاء المد تندو اقرأ كتاب التاريخ في المغرب ولا اكتاب التاريخ في مصر حتلاقيه ماشي على نفس الواتيرة إحنا اللي قنارنا البشرية إحنا اللي قدمنا لهم الطب والكيميا والعلوم وهم مولاد الكلب اللي جمع غزونا وحملة الصليبية والاستعمار نفس العقلية نفس العقلية ماشية من الخصيدة الجاهلية للقرآن اللي كتاب التاريخ بتاعه فأيضا ده بيقول علي ربنا بيشتم واحد يقول له أنت ابن علاقة غير شرعي أنا سمحني ما قدرتش أقولها حتى أن كان ذا مال وبنين الكلب عنده فلوس أزمة طب لو كنت أنت ربنا ما أنت لدتهم لا هو ربنا حي غيران منه حيغير على ثلوسه إن كان ذا مال وبنه أوه هو أقول لك الحكتين اللي مش عنده محام إذا تتلع عليه آياتنا قال أساطر الأول اللي قلت عليه هي دي الأزمة كل أول واحد رح حط البتاع والقرآن لو أنت خط بالك حتلاقيه يعني فيه باب من أبوابه هو باب الدفاعيات طول عن ملكه وحيات العشو الملح ده ما أساطر الأولين أكسم بالله ما أساطر الأولين يا جماعة أكسم بالله من عند ربنا طب حتى ده ربنا اللي بيقول في القرآن هؤلاء عند ربنا شايفين عايز يثبت أنه هو من عند ربنا عن طريق أنه هو يصدر لهم أنه ده من عند ربنا طب وفترض أنه واحد قال رأيه أنه ده أساطر الأولين تروح تشتمه يعني لاحظ أنه نفس المرض لسه مستمر لحد اليوم يعني وكل الشيطين على اليوتيوب بص تحت الفيديو ده بص تحته هتلاقي عطل بعد ذلك هايقول لك تتسبتوا الإسلام عشان تفجروا وتعملوا اللي أنتوا عايزين وتنبستوا بقى بالحريم والخمرة والمخدرات والحاجات دي كلها طب إيه رأيك نكمل بالمرة الجاية مع آيات مشابهة وماذا؟ طب نقول للناس اللي بيتفرجوا علينا ومش بيحبوش بلاش زنيم له لا ما ندارش ما ندارش شيروا وما تقولوش أساطير الأولين وخلاص شكرا